اهلا بكم عزائنا المشاهدين وزوار الموقع الالكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيسيك ونواصل معكم سلسلة الحوارات التي تخصصها القناة الالكترونية لقطاع مهم في الاقتصاد الوطني وهو قطاع البناء والأشغال العمومية ولنا شرف اليوم أن نصدف معنا في البلاتو السيد مصطفى فارس المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا وبدوريك نشكركم على استضافة ديليل الحوار في ويب تيفي شكرا لكم سيدي نبدأ بأول سؤال سيد فارس هل لا تقدم لنا نبدأ عامة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات وكذلك الدور الذي يطلع به في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية بسم الله الرحمن الرحيم المختبر العمومي للتجارب والدراسات هو شركة مجهولة الإسم مملكة من طرف الدولة عدة قطاعات حكومية تابعة لوزارة الجهيز والنقل واللوجيستيك تم تأسيس المختبر منذ سنة 1947 يعني ما يقارب 70 سنة من الخبرة التي ركمنا فيها خبرة متعددة ذات سيط عالي فيما يخص إنجاز تجارب تجارب، دراسات، مراقبة تقنية، الأكسبرتيز وفي جميع مكونات البناء والأشغال العمومية بالإضافة إلى الصناعات المتعلقة بهذه القطاعين بالإضافة إلى الإدروليك، بالإضافة إلى البيئة، بالإضافة إلى جميع حقا كان نغطيه جميع القطاعات وجميع المشاريع لأنتم تواكبون منذ إطلاق الدراسات حتى تسليم منذ الدراسات القبلية يعني كان نراكبون الدراسات، تقنية المشروع إلى غاية تسليم المشاريع من طرف أصحاب المشاريع إذن سيد فرسمي أهم من نقاط القوة التي يتميز بها مختبر العمومي للتجارب والدراسات باختصار رأس مال المعرفة والخبرة التي تركمت منذ تأسيس المختبر يعني حوالي 70 سنة بالإضافة إلى طاقات البشرية المتعددة التي يموزع في جميع أنحاء المملكة الحمد لله والتي تكون من موارد بشرية متخصصة ذات كفاءات عالية فيما يخص الدراسات وفيما يخص مراقبة المشاريع وكذلك نسبة تأطير لدينا نسبة تأطير التي هي عالية 30% بالإضافة للمعدات حيث نقوم دائما باقتناء بطريقة متواترة ومستمرة أحداث المعدات التقنية المتطورة والحديثة التي كانت تضاهي ماثلاتها التي كانت في أوروبا يعني يمكننا نقرن لابراطور الحمد لله مع لابراطور فيما يخص المعدات وفي الطاقة البشرية مع الضوء 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 اللي كانت في الساحة الدولية ما هو رقم معاملات المختور؟ حجم معدل المعاملات ضاعف الحمد لله في هذه الأخيرة منذ سنة 2000 ضاعف بوحد طريقة مشرفة بحيث مرينا من سنة 2000 لما يزيد على 270 مليون درهم سنويا إلى ما يفوق 512 مليون درهم مثلا على سبيل المثال في 2015 إذن سيد فارس ننتقل إلى طبيعة الشركة الوطنيين والدوليين الذين يشتغل معهم المختبر وحدثونا خصوصا على حضور المختبر في محيطه الإفريقي الحمد لله لدينا علاقات اتفاقية مع الشركات العمومية والشركات الخصوصية وكيف تعرفوا هذا الميدان دي المراقبة التقنية وإنجاز التجارب هو كيخضع لنشاركوه في طلبات العروض فيما يخص الإدارات العمومية الملزمة باش تقوم بادي في إطار إنجاز المشاريع ديالها نشاركوه وحمد لله لننتقل بارد المخشي فيما يخص الشركات الخصوصية القانون يسمح لها باش تبرم شركات اتفاقيات ومعاهدات مع المختبر على الصعيد الوطني بشركات من الحجم الصغير لحجم الكبير ونحن نرافقه في هذه الشركات التي تأكسبورتها في الأفريق خصوصا مع هذا التعاون جنوب جنوب في إطار تعليمات السامية لصاحب جلال نصره الله نحن قمنا بمراكبات مواكبات ومرافقات مقاولات التي تشتغل في السوق الإفريقية في غينيال الاستوائية في السنغال في لكو الديفور في بوركينا فاسو وفي عدة دول والمختبر هو عضو مؤسس للفيدرالية الإفريقية للمختبرات الإفريقية التي تضم تقريبا ما يناهز عشرين دولة إفريقية خصوصا لفخيك دول ويست بالنسبة للبحث العلمي تتكلموا لنا عن تعاون مثلا مع المعاهد أو مدارس العليا الهندسة مثلا؟ بالنسبة للتعاون المختبر يولي اهتمام كبير لمسألة التعاون لأننا عندنا عدة اتفاقيات وعدة شراكات مع الجامعات والمعاهد والمدارس تكوين التقنيين والمهندسين في المغرب بحيث المختبر يستقبل عدد كبير من المتدربين اللي كانوا رافقوهم إلى غاية الحصول على الشواهد ديالهم في الكوكسوسكولاغ ديالهم بالنسبة للتعاون عدنا تعاون حتى مع الدول الافريقية بعض المختبرات اللي كان قوموا وفق بعض المعاهدات واتفاقيات بتكوين مستمر لمهندسين وأطور وتقنيين ديال هاد المختبرات الافريقية سيد فارس نود أن تقربنا أكثر من مساهمة المختبر في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب ساهم المختبر العمومي للتجارب والدراسات منذ سنوات إلى جانب الوزارة الوصية ووزارة جهزة النقل اللوجيستيك بالإضافة إلى الفرق مثل مكاتب الدراسات مكاتب المراقبة التقنية بالإضافة إلى الشركة الوطنية الحمد لله الحمد لله الشركة الوطنية ذات السيطة عالي في المغرب باش نحاولوا نحققوا منجازات باش نديروا مأساسات الجودة وفي هذا السياق احنا نشتغلوا مع هذه الفرق اللي ذكرت مع الوزارة باش نديروا عملية تحيين توسكية غيغلومنتر توسكية تنظيم توسكية نورماليزاشن فلين الجودة هي واحد باش مكالينا إن شاء الله نزيدوا نحققوا واحد النمو مهم لأنها إلا ما كانتش الجودة كيكونوا خسائر مادية والله يحفظ قدروا قاعدة يكونوا خسائر بشرية عليها المختبر كيولي واحد الاهتمام جدري لهذه المسألة دي الجودة إذن سيد فارس هل دكرتم لنا أمثلة لأهم المنجازات التي شارك فيها المختبر العمومي للتجارب والدراسات بس بإنسان نرى شاركنا في حدة ساهمنا في بناء المغرب الحديث الحمد لله ساهمنا في البناء عدة مركبة سكنية مدن جديدة بحل سالة جديدة بحل تمنصر في مراكش بحل تمثنا في الريباط ساهمنا في إنجاز عدة موانئ موانئة ترفيهية موانئة سيد وكذلك موانئة لطوة جديدة ساهمنا في الستاد مركبة رياضية مركبة سياحية مركبة تجيرية موانئة تجيرية بنا موانئة تجيرية ساهمنا في عدة مشاريع الحمد لله تغطي جميع الحاجيات فيما يخص البناء والإشغال العمومية بالإضافة للموانئ نقوم بموديل غدوي موديل سديمانتر موديل كورونتولوجي يعني عندنا عندنا بزاف و تغطي جميع البنيات فيما يخص المراقبة والدراسات و فيما يخص تسكي جو تكنيك حيث ساهمنا في ترميم المساجد العتقال بناء السقوط كانوا واكبوا السلطات المحلية في هذا السياق وضافة الوزارة المعنية بسكنها بسكنة لدينا واحد المختبر دو جودة عالية فيما يخص البيئة حيث نقوم بمراقبات لترى كموزانت يعني المكوينة الماء والتربة والهواء فيما يخص الجميع يعني الجميع اونا كمباني اوسيد سلطات المحلية فيما يخص الاناليز الشيميك لزود بنيات ديال السباحة فهذا اللي كان نصهروا بها على سلمات المواطنين يعني كان نغطيو اختصاصات شاملة اختصاصات شاملة في جميع المجالات الحمد لله طيب سيد فارس تحدثنا على الواقع الآن نود ان نتعرف على نظرة الاستشرافية للمختبر الأهداف المستقبلية أولا تطوير وتقويات المختبر على السعيد الوطني وكذلك على السعيد الدولي وفي هذا السياق نحن نصهروا باش نتأكسبورطو في إطار تعاون جنوب جنوب في لافريك سواء مع الشركات المغربية والأجنبية التي تشتغل في إفريقيا أو عن طريق 200 اتفاقيات تكوين مع المختبرات الإفريقية التي توجد في البلدان ديالها فيما يخص هذا كذلك على المستوى الوطني إعادة ترتيب الأوراق باش ديال المختبر باش مكلينا تكون عندنا واحد تمتيلية اللي كتمشي في هاد الاججورناليزاشن أفانسي يكون عندنا جهات 12 جهات بالخصوص فيما يخص الأقاليم الجنوبية ديال المملكة اللي قصنا نكونوا كاباب باش نواكبوها ونواكبو الإنجازات المزمع إنجازوها والمشاريع المزمع إنجازوها في الخمس سنوات المقبلة إن شاء الله الاستمرار في الاستثمارات فيما يخص اقتناءات المعدات المتطورة المتطورة اللي بوغانتيسيبي الاستباق واستيشرف هدا المتطلبات متطلبات ديال الزبناء ديالنا فيما يخص المجالات اللي كان نشتغلو فيها وخصوصا بعد المجالات اللي عاد خرجات جديدة كان هدرو دابع على مجال النجاعة الطاقية كان هدرو على مجال ديال الطاقات المتجديدة كان هدرو على الراحة الحرارية والراحة الصوتية كان هدرو على تطوير تقنيات ديال تقييم اللي قصة تكون بوح طريقة بقبتويل يعني مستمرة في هذا وعدنا اقتراحات مني مع الوزارات المعنية باش يكون عندنا واحد المرجع لمراقبات الجودة لان ما كيكفيش نجيو نديرو ديال زكرازمان ونديرو ديال بخلايف مو ديال زكرازمان ونقولوا رالبناء مزيان رخص يكون واحد المرجع من الدراسات الى غاية تسليم باش يكون عندنا واحد نكونوا واتقين في هذه طريقة المراقبة ديال الجودة وطريقة المراقبة ديال البيناء وهذا خصوك ما يمكن له يخرج الوجود وينجح إلا بتضافر جميع المسؤولين على القطاع بشارات جميع متدخلة بشارات المتدخلة وعدنا اوسي تقوية ديال تقوية المستمر ديال الأطور ديالنا وتقنيين ديالنا والعاملين في المختبر لكي تكون عندهم مزة نيفو ومزة جور بهذا سيد فارس أشكرك على كل المعلومات المصفيدة التي قربتنا أكثر من المختبر الوطني للتجارب والدراسات وشكرا لتلبية دعوات القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك شكرا لكم السيدة فاديري شكرا جزينا أما أنتم أعزئنا المشاهدي فأذكركم أنه يمكن متابعة هذا الحوار على الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك إلى اللقاء اشتركوا في القناة